طريق حامد كلام يمين كلام شمال هو مصاب مش مصاب مصاب مش مصاب المعلومة اللي عندنا هي طريق حامد بيفكر يسافر ألمانيا عشان يقضع لفحص طبي على رجبته ويتطمن بشكل كبير على أصابته بعد شعوره بعدم وجود تحسن الفترة اللي فاتت وبمناسبة طريق حامد بمناسبة طريق حامد طريق حامد الفترة اللي جاية هيبقى فيه جلسة مع إدارة النادي أنت عارفين طبعاً أن المعلن والكلام حتى الآن هو ما تغيرش بس حتى الآن أن طريق حامد خارج النادي طريق حامد معنا هيتعقده هيبقى خارج نادي الزمالك بقرار من إدارة النادي بس في بعض الوسطاء يتحدثون عن أن طريق حامد إدى للنادي كثيراً أن طريق حامد ما كانش عنده مواقف سلبية قبل كده لنادي الزمالك فده يشفعله الفترة دي ده يشفعله الفترة دي أنه ممكن ممكن الخيوط تتواصل مرة أخرى مرة أخرى فده وارد أنه يحصل الأيام اللي جاية أنه العلاقة بين نادي الزمالك وطريق حامد ربما تتحسن ربما يا دولاتي مش بقى أقولك أكيد القرار اللي أكيد حتى هذه اللحظة أن طريق حامد خارج النادي ولو سألتني عن رأيي لو أنا لي أن أقول رأيي أنا ميل لفكرة أنه لأ طريق محتاج قاعدة كمان مع إدارة نادي الزمالك أو إدارة نادي الزمالك محتاجة تقعدة كمان قاعدة مع طريق حامد عشان هو استثناء من باقي اللاعبين اللي خاد نادي الزمالك قرار بشأنهم هو تحديدا لا طريق حامد تاريخه وأداءه ومجهوده ورجلته في كل المواقف مع نادي الزمالك يشفع له ياخد فرصة كمان ده لو هو حابب كمان يكمل مع نادي الزمالك ده لو هو حابب كمان يكمل مع نادي الزمالك ففيه حاجات تشفع لطريق حامد عكس ممكن بعض اللاعبين أو كثير من اللاعبين اللي نادي الزمالك خاد قرار بشأنهم هو ده الوحيد الاستثناء